تجلط الدم تخثر الدم هل تسألت يوماً ما كيف توقف نزيف الدم عند إصابتك بجرح؟ وماذا يحدث عند التئام هذا الجرح من جديد؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً إنها عملية تجلط الدم واحدة من أهم وأعقد الأنظمة الفيسيولوجية في جسم الإنسان والتي لولا وجودها لتعرض الإنسان إلى الموت نزفاً بعد تعرضه للإصابة ويمكن تعريفها بأنها هي العملية التي يقوم بها الجسم لمنع النزيف وفقدان الدم في حالة الحوادث والجروح وتغير حالة الدم من الحالة السائلة إلى الحالة شبه الهلامية مما يؤدي إلى إغلاق مجرى الدم في تلك المنطقة يعتمد تجلط الدم على عاملين أساسيين هما الصفائح الدموية ونظام الثرمب عند حدوث النزيف تبدأ الصفائح الدموية النشطة في الالتصاق بألياف الكولاجين التي تشكل جزءاً من تركيب جدران الأوعية الدموية فتكون سدادة صفيحية على منطقة الإصابة بالوعاء الدموي واحتوي نظام الثرمبين على العديد من بروتينات تجلط الدم التي تنشط عند حدوث نزيف أو إصابة تقوم الصفائح الدموية بإفراز الثرمبوبلاستين الذي يقوم بتحويل البروثرمبين الموجود في الدم إلى الثرمبين وذلك في وجود أيونات الكالسيوم حيث يعمل الثرمبين على تحفيز تحويل مادة الفبرينوجين الموجودة في الدم إلى الفبرين الذي يكون في صورة خيوط طويلة ولزجة حيث شكل هذا الفبرين شبكة مدمجة حول الجرح فتعمل هذه الشبكة على حجز كريات الدم الحمراء ومنعها من الخروج فتكونان معاً جلطة هذه الجلطة تغلق الجرح مما يمنع فقد المزيد من الدم